كيف تعاطت الدراسات الاستشراقية وخصوصاً الحديثة مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما البواعث التي انطلق منها المستشرقون في الموقف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أي تأثير أحدثته الدراسات الاستشراقية في تصور الغربيين للإسلام ونبيه هذه المحاور تأتيكم في برنامج مقاصد بعنوان الاستشراق والسيرة النبوية ترجمة نانسي قنقر